نشرة الأخبار من الميادين نبدأها بالعنوين مقتلوا أربعة أشخاص خلال اقتحام مؤيدي ترامب مبنى الكونغرس عمدة المدينة يفرض منع تجول في واشنطن والكونغرس يستأنف أعماله بعد ساعات من التغطيل وسائل أعلام أمريكية تتحدث عن مباحثات يجريها وزراءه في إدارة ترامب بشأن إمكانية عزله قبل نهاية ولايته بسبب أحداث الكونغرس قائد الجيش الإيراني يؤكد خلال المناورات القتالية المشتركة للطائرات المسيرة القدرة على الرد على الأعداء بشكل ساحق الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء إسرائيلي على المنطقة الجنوبية لدمشق وتسقط معظم الصواريخ والاحتلال الإسرائيلي يصادق على مخطط استيطاني جديد للاستلاء على أراضي الفلسطينيين في قلقيليا أهلا بكم إلى التفاصيل أعلنت شرطة واشنطن مقتلى أربعة أجخاص خلال اقتحام الكونغرس أحدهم بعيار ناري واعتقال 52 إلى ذلك دخل حظر التجوال في العاصمة الأمريكية واشنطن حيز التنفيذ بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب مبنى الكونغرس وتعطيل جلسة المصادقة على فوز بايدن لساعات قد أعلن عمدة واشنطن موريل باوزر تنبيد حالة طوارئ حتى انتهاء ولاية ترامب في العشرين من الشهر الجالي تمكن الرئيس ترامب ومناصروه من تحقيق عرقلة مؤقتة لمصادقة الكونغرس على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس وعطلوا جلستي مجلسي النواب والشيوخ أعتقد أن ما يجري ليس بسبب ترامب أو بايدن بل إنه بمثابة الصراع بين الحق والباطل ومن يقف مع الباطل يتعرض لعواقب وخيمة أمريكا تقف مجددا اليوم مع الحق وتحارب من أجل الديمقراطية ونشعر بأن هذه الانتخابات قد سرقت من دون مطالبة أحد باستردادها لذا قررنا القيام بالأمر بأنفسنا لا أعتقد أن هذه الانتخابات عادلة إنها مزورة وإن ترامب ربح الأصوات الشعبية ولا نشك للحظة بأن بايدن قد خسرها بالفعل الأجهزة الأمنية التزمت منذ البدء بعدم الصدام المباشر واعتقال المتسببين بأعمال الشعب كما جرت العادة في حوادث مماثلة وقد تعرضت لانتقادات بسبب عدم تمكنها من منع دخول المحتجين فيما التحقيقات تجري لمعرفة المقصرين في ذلك مع الإشارة إلى أن الانسحابة التدريجية للمحتجين لم يتحقق إلا بعد طلب من الرئيس ترامب كانت هذه انتخابات مزورة لكن يجب أن ننعم بالسلام لذا عودوا إلى منازلكم فنحن نحبكم رأيتم ما حصل والطريقة التي يعاملنا بها الآخرون على نحو سيء للغاية وكان من أهداف المحتجين من اختحام المبنى هو الاستيلاء كذلك على بطاقات المجمع الانتخابي المحفوظة بصورة آمنة لو لا التدخل المباشر من الأجهزة الأمنية المحلية والفدرالية بالقنابل الصوتية والغازية والرصاص الحية ورغم عملية التعطيل أصرت رئيسة مجلس النواب وقيادات الحزب الجمهوري على استكمال إجراءات المصادقة على أصوات الهيئة الانتخابية من دون تأخير فوضى عارمة تعم مباني الكونغرس الأمريكي الذي يمثل رمزا للديمقراطية في الولايات المتحدة في مشهد يعكس حجم الانقسام الحاد على المستويين الشعبي والرسمي محمد كريم واشنطن الميادين إلى هذا رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الاعتراض الذي قدمه مشارعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريسونا وقد رفض الاعتراض ب93 صوت مقابل 6 أصوات رفض هذا الاعتراض يمكن مجلسي الكونغرس من الاجتماع في جلسة مشتركة لإكمال عملية المصادقة على نتائج الانتخابات حديث أكثر عن آخر المستجدات معنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان أهلا بك منذر إذن الآن هدوء نوعا ما في واشنطن بعد ليلة من الفوضى شهدتها العاصمة أريد أن تطلعنا على آخر المستجدات في واشنطن منذر بالنسبة للضحايا الذين سقطوا من المؤكد الآن أن الشرطة هي التي أطلقت النار على السيدة التي توفت لاحقا توفت في المستشفى من جراء إطلاق الرصاص وهي كانت تحاول من الأشخاص الذين كانوا يحاولون اقتحام المبنى القاعة للكومغرس وبالتالي الآخرين لأسباب طبية ناتجة عن الوضع الذي كان خلال التظاهرات أيضا تم اكتشاف بعض العجوات التي يمكن أن تكون ناسفة وكانت قريبة منها من مركزي الحزبين وأيضا في مناطق قريبة من الكونغرس إذن الوضع الآن هادئ وتحاول أيضا قيادات الكونغرس إعادة استلام زمام الأمور بداخل الكونغرس للاستمرار بالإجراءات الإجراءات حتى الآن مستمرة وهناك تصميم على أن يتم إنهاءها الليلة بتوقيت واشنطن نحن داخلنا الآن حتى في وقت بعد منتصف الليل وسيكون هناك عبر ساعات سيتم الانتهاء من هذا الأمر ويتم المصادقة وتثبيت بايدن الاعتراض الآن يجري المناقشة حول بنسلفانيا كانت ولاية أريزونا أولا والآن قدم اعتراض كان ملاحظ أنه كان هناك 14 عضو مجلس سيوخ يعترضون ولكن بعد الحوادث التي جرت تقلص هذا العدد إلى 6 وبالتالي الإجراء لن يتغير حتى في ولاية بنسلفانيا أو اعتراض على أي ولاية أخرى سيكون هناك نفس التركيبة فيما يتعلق في التصويت في داخل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب طبعا هناك دعوات واضحة لأن يجري تحقيق على غرار تحقيق هجمات الحادي 10 من سبتمبر بعد أثر هجمات الحادي 10 من سبتمبر تم تشكيل لجنة خاصة وكبيرة جدا وكان لديها دور بارز في مراجعة كل ما جرى من ثغرات فيما يتعلق في هجمات الحادي 10 من سبتمبر البعض يدعو إلى نوع مماثل والسبب بذلك أن هناك بالفعل هناك تواطئ من أجهزة الأمن الموكلة بالدفاع عن الكونغرس وهذا الأمر لم يكن ليحصل لو كانت التظاهرات من أي فئة أخرى لنفترض أنه من فئة مثلا حياة السود مهمة أو غيرها وسبق أن كانت تظاهرات مماثلة في السابق وكانت تجري إجراءات أمنية مشددة ويمتنع البقاء في محقيق قريب من الكونغرس فكيف مبالك في الدخول إلى القاعات إذن هناك صور وتشجيلات تثبت أن بعض عناصر الأجهزة الأمنية كانوا يأخذون صور سلفي حتى مع المتظاهرين وأنهم أزلوا بعض الحواجز الحديدية وسهلوا عمليات الدخول طبعا بعد ذلك عندما كان هناك تعرض لحياة أضحى واضحا أن هناك اقتحام وإمكانية تعرض حياة المشرعين للخطر جرى من محاولة للحيلولة دون ذلك وبالطبع هناك من يشكر أن لم يسقط طحايا كثيرة بسبب ما جرى حتى الآن ومستمرة الآن التكاهنات حول الخطوة التالية هل أن ترامب كان يقصد بهذا العمل الوصول إلى حالة إعلان حالة الطوارئ وبالتالي انتلاك صلاحيات إضافية جعل البلاد في حالة طوارئ وبالتالي تعطيل الوضع في البلد والاستمرار في موقعه في البيت الأبيض طبعا هذا كان يواجه حتى بصورة مسبقة من قبل القيادات العسكرية إن كان السابقة أو حتى وزراء الدفاع والآن النقاش الذي يجري حتى داخل أوساط الجمهوريين حول إمكانية عزله ولكن هذا الأمر ليس جديا حتى الآن يعني الآن هناك تكاهنات بأنه البعض طرح ضرورة مناقشة هذا الأمر بسبب أن هناك بعض الأعضاء من مساعدي ترامب يرغبون الآن في الاستقالة ولكن لا يوجد معلومات دقيقة حول أن مسألة العزل ستكون عبرها الحكومة أو أن بينس ونائب الرئيس هو الذي يقدم على مثل هذه العملية نعم مدير مكتب الميادين منذر سليمان كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اعتبر أن ما يحدث في مبنى الكونغرس الأمريكي يصل إلى حد التحريض بايدن دعا في خطاب من وصفها بالعصابة إلى التراجع عن أعمال الشغب وسماحه لديمقراطية بأن تعمل الفوضى في مبنى الكونغرس توشك أن تنقلب إلى فتنة ولا بد من أن تنتهي الآن المشاهد تصل إلى حد التحريض وينبغي أن تتوقف فورا يجب على الرئيس ترامب أن يكون على قدر المسئولية وأن يظهر مباشرة على الهواء ويطلب من مناصره إنهاء حصار الكونغرس ويجب أن يكون عمل السنوات الأربع المقبلة هو استعادة الديمقراطية ناقش عدد من الوزراء الأمريكيين إمكانية إقصائه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس وسائل أعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين جمهوريين إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي والذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيل الرئيس إذا بات غير قادر على تحمل أعباء منصبه أشارت شبكة CNN إلى أن الخطوة تأتي بعد تأكد الوزراء أن ترامب بات خارج السيطرة وقام بخطوات غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة أكدت شبكة CBS أن الأمر لا يزال مجرد فكرة قيد البحث وأنه لم يتم تقديم أي شيء رسميا إلى بينس حاكم ولاية إلينوي وجه خطابا مفتوحا لأعضاء الكونغرس ينشدهم فيه تقديم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى المحاكمة وإقصائه عن منصبه قبل انتهاء ولايته أضف حاكم ولاية إلينوي في خطابه أنه من باب الاحتياط الأمني أعاد نشر قوات الشرطة والأمن في الولاية لحماية المباني العامة والرسمية من أي محاولة تخريب قد يقدم عليها مناوئون للسلم الأهلي إلى ذلك ندد عدد من حلفاء الولايات المتحدة باقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ما قرى الكونغرس داعين إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن ما حصل في الكابيتل هو اعتداء على الديمقراطية الأمريكية من جهة وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما حصل بالمشاهد المخزية مطالبا بنقل السلطة سلميا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا أنصار ترامب إلى التوقف عن الدوس على الديمقراطية أما وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان فوصف دخول أنصار ترامب مبنى الكابيتل بأنه مساس خطير بالديمقراطية ضمن الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد فوز جون أوسوف بالمقعد الثاني في ولاية جورجيا متغلبا على الجمهوري ديفيد بيردو بحسب ما ذكرت قنوات أمريكية هذا الفوز الجديد بعد فوز الديمقراطي رافايل وارنوك بالمقعد الأول إضافة إلى الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب يضمن هذا الفوز للرئيس المنتخبي جو بايدن كل مستلزمات السلطة لتطبيق برنامجه تطورات متسارعة في وقت قصير حرج تمر به المنطقة هو مرحلة تسليم وتسلم للسلطة في أمريكا بعد أقل من أسبوعين إيران تحذر بشدة من الاعتداء عليها وتقول أنها سترد ردا قويا فيما يواصل الأمريكيون والإسرائيليون تهديدهم فما مصير المنطقة تقرير محمد بو عبد الله بين مد وجزر يخف التوتر في الخليج ويزداد لا تريد الحرب إيران يقول قادتها مرارا وتكرارا لكنها لا تدعن للتهديد والاستفزاز يؤكدون بل مستعدة للرد الساحق والحاسم ثم تغموض يكتنف مآلات المنطقة وضبابية في المشهد مع اقتراب رحيل ترامب تجعل التكهن بما ستحمله أيامه المتبقية عسيرا فهل نحن أمام سيناريو المواجهة الحتمية؟ أخذا بمضامين الرسائل المتبادلة والتطورات العسكرية والسياسية المتسارعة تقف المنطقة عند مفترق طرق إما حرب مدمرة أو التحضير لتسوية ما من زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم يتخذ الأمريكيون ذريعة للتصعيد برغم تناسب الإجراء مع تنصلهم من الاتفاق النووي وعدم التزام الأوروبيين ببنوده كاملة ترى طهران فيه أيضا ردا تستلزمه سياسة الاغتيالات لعلمائها وقادتها يكرر نتنياه أسطوانة قديمة هي السلاح النووي وعدم السماح بامتلاكه رغم أن العقيدة العسكرية الإيرانية ليست نووية بفتوى تحريم صريحة من المرشد ولعل القادة الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو ينطلقون من الاستهانة بالقدرات الإيرانية تأويلا للرغبة في تجنب المواجهة وذاك ما يقول بعكسه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك لكن إيران ما فتأت بأسلحتها المتطورة ومنوراتها المحاكية للحروب وبينها الجارية حاليا تظهر جانبا مما بلغته من قوة واقتدار من حسابات الأعداء الخاطئة حذر قائد حرس الثورة الإيرانية ردا على التحركات الأمريكية في الخليج والتهديدات الإسرائيلية وفي الحالات جميعها تحتفظ إيران بحق الثأر من إسرائيل لاغتيال فخر زادا ولها ثأر قديم حول سليمان من الولايات المتحدة فهل بالإمكان تجنب المواجهة في مقبل الأيام على الأقل؟ يتوقف الأمر على نوايا ترامب وأيضا على الجانب الخفي في الصفقات السياسية الإقليمية لكن مجيء بايدن لا يعني بالضرورة انفراجا في الأزمة بالعودة إلى الاتفاق النوي حذر قائد حرس الثورة الإيرانية لوحسن سلامي أعضاء بلاده من أن يخطئ في حساباتهم مشيرا إلى رفع الحرس مستوى إجراءاته التكتيكية سلامي أضاف أن القوى البحرية التابعة للحرس مستمرة في زيادة دائرة سيادتها ورصدها وقوتها وتتطلع إلى الأفق البعيد مؤكدا العزم بقوة على حفظ أمن الخليج قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قآني أكد أن قرار الأخذ بثار الشهيد قاسم سليماني اتخذ ساعة اغتياله وإيران ماضية إلى تحقيقه تقرير مالك عابدة لن يهنأ الأمريكيون في المنطقة بعد اغتيالهم الشهيد سليماني وستكسر عظامهم ويطردون من المنطقة رسلة وجهها قائد قوة قدس في حرس الثورة إسماعيل قآني من كرمان ليصل صداها إلى من يعنيهم الأمر نقول للأعداء إن هزمتكم وانتقامنا من أمريكا قد بدأ لن يكون لديكم الأمان حتى في داخل منازلكم وليس من المستبعد أن ننتقم منكم في عقل ذلكم فالأمر ليس هكذا أن يغتالوا بطلنا ثم يعيشون بهدوء إلى مزار يقصده المحبون تحولت روضة شهداء في كرمان من كل أنحاء إيرانا جاءوا نساء ورجالا شيبا وشبابا يبكون عزيزا ويستذكيرون فضائله الحاج قاسم كان إنسانا متواضعا يدافع عن الإنسان والمستضعفين هم يعتقدون أنهم قتلوه الحاج قاسم كالشمس ولن تمنع الصحب ضوءه عن الناس الشهيد سليماني كان شديدا على الأعداء وعطوفا ورحيما على المسلمين نتمنى أن يكون الانتقام الشديد قريبا ويبعث الأعداء على الندم معظم هؤلاء لم يروا الشهيد سليماني عن قرب في حياته لكنهم يعرفونه معرفة عميقة هم يؤكدون أنه حي في قلوبهم وأن إرثه جهادي سيبقى خالدا في أذهان كل حر في العالم من كرمان يؤكد القادة العسكريون هنا على حق الانتقام انتقام قد يؤخذ في عقر دار أمريكا أمن محوار المقاومة الذي أراد الأمريكيون إضعافه فإنه سيقوى مثل ما أراد له الحاج قاسم سليماني حسب تعبيرهم ملك عابدة كرمان الميادين إذن الحديث أكثر عن ذلك معنا من كرمان مراسل الميادين ملك عابدة أهلا بك مالك إذن اليوم تختتم الفعاليات للذكرى الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أطلعنا على التفاصيل تفضل نعم يعني منذ نحو الساعة بدأت المراسم الختامية لذكرى استشهاد القائدين أبو مهدي المهندس والشهيد القائد قاسم سليماني هنا في مدينة كرمان بحضور رسمي كبير من قبل القادة في حرس الثورة والجيش الإيراني قبل قليل وصل اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة هنا في إيران ومن المقرر أن تكون له كلمة بهذه المناسبة بعد دقائق من الآن ومن اللافت يعني ألفت الانتباه بأن القائد حسين سلامي وصل إلى مدينة كرمان مساء في ساعات متأخرة من الليل وفور ووصوله توجه إلى مزار قبر الحاج قاسم سليماني وقرأ الفاتحة ووضع إكليل الزهور ومن ثم فضت عيناه بالبكاء على هذا الشهيد من هناك من جوار قبر الشهيد السليماني أطلق اللواء سلامي تهديده وتحذيره للأمريكيين من أن الانتقام للشهيد السليماني هو من البرامج الرئيسية لإيران وسوف يتحقق أو سوف تتحقق هذه البرامج بمجرد أن تتوفر الظروف المناسبة فمن غير الممكن أن لا يأخذ أو لا تأخذ الثأر لدماء هذا الشهيد الذي كان له الفضل في مسيرة إيران الجهادية وفي مسيرة إيران من التطور في العلوم العسكرية وما وصلت إليه من قوى أيضا يوم أمس كان حاضرا هنا قائد قوة قدس في حرس أثورة العميد إسماعيل قاني وأطلق تهديداته للأمريكيين ولقتلت الشهيد وتواعد بأن الانتقام قادم لا محالة بعد قليل أو بعد ساعات من الآن من المراسم التي سوف تجرى هنا في كرمان سوف يكون هناك مسيرة عبر الدرجات النارية وعبر السيارة سوف تطلق من ميدان آزادي وسوف تتجه إلى مزار الشهداء وروضة الشهداء ومن ثم سوف يتم رمي الورود عبر طائرة الهوليكوبتر على الزائرين وعلى الوفود الشعبية التي جاءت لتقديم واجب العزاء في مزار الشهداء نعم شكرا لك مالك عبدة كنت معنا من كرمان شكرا جزيلا لك أجرى الجيش الإيراني منوراته العملية المشتركة للطائرات المسيرة التابعة لكل وحداته العسكرية التي حققت نجاحا عسكريا بقدر ما حملت رسائل إيرانية صريحة للإدارة الأمريكية أحمد البحراني والتفاصيل ننتقل الآن إلى كرمان وننتقل إلى كلمة لی محمد باقری رئيس الأركان في حرس الثورة إلى هناك الإمام الخامنية العزيز نقدر ونعتز بالذكرى جميع الشهداء خاصة الشهيد قاسم سليماني ونحن نعيش الذكرى السنوية لإستشهاده وأيضا مضي أربعين يوم على استشهاد العالم في العالم الإسلامي الشهيد فخري زاده وتزامن هذه المناسبتين يرمز إلى تقارب طريق ومنهج الشهداء أحدهم كان رجل الميدان والحرب والمكافحة والثاني كان مجاهد في طريق العلم والاثنين من خلال الإثار والوفاء سعوا وتابروا حتى وصلوا إلى هذه الدرجة العالية والثواب الرباني الذي حصلوا عليه وإن شاء الله طريقهم مستمر من خلال رفاقهم والشباب الإيراني الذين يحملون السلاح الشهيد قاسم سليماني أو الشباب الذين يخطون في طريق العلم والذين يحملون القلم والأوراق ويقومون بالدراسات العلمية يكملون هذا الطريق باعتزاز ومثابرة أكثر وأكثر ويستمر هذا الطريق الشهيد العزيز دكتور محسن فخريزادة إضافة إلى جميع القيم التي تتمثل في الشهيد والذي حصل عليها كان عالم ونحن نعتز بأننا مسلمين ونحن نتبع مدرسة أهل البيت ونمينا فيها هذه المدرسة التي تعطي العلماء والمعلمين مكان خاص ومميز وكل ما قدمه وقاله الإسلام عن العلماء أشعر أنه يترجم جميعه في هذا العالم العزيز وهذا ما من الله عليه به الإسلام فضل العلماء والمعلمين على الآخرين وكما ذكر في القرآن السؤال الذي يجيب علي في نفس السؤال العلماء هم مفضلين ومميزين على البقية وتعبدهم أيضا له أفضلية في الإسلام العلماء يخشون الله بطريقة مميزة وخاصة بهم العلم الحقيقي يبعث وهب من رب العالمين للعالم العلم الذي يهدى من رب العالمين له بركاته وله فوائده الخاصة يتحول مرات هذا العلم إلى سلاح نووي ويستخدم من قبل أمريكا المجرمة لأول مرة ويسبب دمار شامل ويقتل كثير من الشعب الياباني في المدينتين المستهدفة وفي حالة أخرى يسري في قلب مؤمن مخلص ويصمم نظام دفاعي للدفاع المجتمع الإسلامي في مواجهة العدو الأئمة الأطهار العلم نور الله يضعه في قلب من يشاء وهذا ما تفضل به أئمتنا الأطهار أو في الآية الكريمة الذين يسعون ويجاهدون في سبيل الله ويثابرون بإخلاص لله تعالى الله ينير دربهم بالنسبة لمنظمة الدفاع إن الله علم النبي داود عليه السلام النظام الدفاعي الله يعلم نبيه ومرسله كيف يتعلم أن يصمم الملابس المضادة المضادة للرصاص في الترجمة الحالية وفي الوقت الحالي كما هو مشهود والأنظمة الدفاعية للعالم الثلاث والآمات العلم والحلم والسامت العالم له ثلاثة علامات أولا أنه يحتوي العلم والثاني هو حليم والصبور والثالث أنه صامت ولا يتكلم كثيرا وكم هذه العلامات التي يشير إليها القرآن الكريم والأئمة الأطهار حول العلم والعلماء ترجمت في هذا العالم العزيز وتوجدت وشهدت هذا العالم كان يعتبر العلم قدرة وكما تفضل الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة من وجد العلم وحصل عليه سيكون مقتدر وقوي ومن لم يجده ولم يتويه سيخضع لباقي القدرات شهيد فخريزاده كان يعد العلم أدات لقدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكان يستخدم ذلك هناك بعض العلماء يتعلمون العلم لأجل العلم فقط أو يتعلمون العلم بدون هدف معين أو يتعلمونه ليضعونه في متناول أيدي القدرات الفاسدة لكن هناك علماء يتعلمون العلم ويعلمونه لكي يحقق إنجاز للإسلام وينصر البشرية وليمنع الظلم أن يجري هذا اختلاف شافع بين هذين الهدفين وهذا ما عمل به عالمنا واستخدم العلم لنصرة الإسلام والجمهورية الإسلامية التي ترفع راية الإسلام هو عالم حقيقي في العالم الإسلامي ومناصر للعالم الإسلامي وكم شهدنا هذه الخصال الثلاثة فيه هو كان عالم وكان حليم وكان صامت وقليل الكلام وشهدنا هذه الخصال بشكل كامل ومتكامل في هذا الشهيد العزيز وكثرة العلم في وجده كانت تسبب له الإيمان والعقيدة الراسق وتضيف له في هذا المجال لم نشهد مرة واحدة حتى أن علمه يسبب له الغرور والتكبر أو يخفض من درجة تواضعه حتى إذ كان أحد يتكلم خلافا لرؤيته أو يكون قليل العلم وينطق هو كان يواجهه بالصبر وكان يرد ببشاشة وباحترام وبودية ارتفاع مستوى العلم لديه سبب له العرفان والتواضع والإيمان والعقيدة هو كان عارف وكان مخلص والشهيد فخرزادة لم يكن أمامه أي طريق في عدة مرات كنت أخبره عن بعض المشاكل ولم أشهد أن يقول أننا لم نصل إلى هذا المستوى من العلم أو أن هذا الطريق مسدود كان يقول سنسعى والله سيبارك في هذا السعي وهذا ما حصل فعلا وتسعين بالمئة من المشاريع العلمية والدراسية التي كان يشرف عليها هو وفريقه ومؤسسته حصلت وأنجزت حتى لم نستطيع البوح عنها لأنها سرية الواقع أنه في طريقه وبمباركة الله سبحانه وتعالى ومنه عليه لم يكن هناك أي طريق مسدود كل ما كنا نطلب منه شيئا كان يعطينا خلال فترة زمنية معينة هو لم يتعلم فقط لينطق بما يعرفه بل كان ينتج المعلومات وينتج العلم كان هو منجز للإنتاجات العلمية لذا تعمق في مجال العلم والفلسفة العلمية ولماذا العلم ولماذا يجب الدراسة ذلك عن طريق دراساته وأيضا تدريسه في الجامعات وكان يدفع زكاة علمه كان يدرس وكان يعلم الجيل المستقبل جيل المستقبل لأن هذا كان زكاة علمه وكان ينشر علمه لأنه كان يريدهم أن يكملون هذا الطريق ونستطيع بكل تأكيد أن نقول الشهيد فخريزاد هو مجاهد في طريق العلم وهو مجاهد في طريق الاقتدار والسلطة الإسلامية لنظام الإسلامي والعالم الإسلامي وضحى بنفسه إلى آخر نفس لم يتراجع عن هذا الطريق الشهيد فخريزاد ولمدة عشرين سنة كان متابع من قبل الأشقياء والمجرمين والاستخبارات والإرهاب والصهايين لم تكن قدرة بسيطة ولمدة عشرين سنة تابعوه ورصدوا تحركاته وكانت حياته صعبة جدا لكنه لم يتراجع ولا للحظة عن هذا الطريق أربعين أربعين سنة قدم خدماته لم يقل أنني أكتفي بهذا المجال وأبتعد وليكمل البقية بل إنه وقف حتى آخر نفس وقدم وخدم هذا الطريق إذن كان هذا جانب من كلمة اللواء محمد باقر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية من طهران في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني وأيضا ذكرى الأربعين للشهيد فخري زاد الآن نعود إلى النشرة وإلى الجيش الإيراني الذي أجرى منوراته العملية المشتركة للطائرات المسيرة تابعة لكل وحداته العسكرية التي حققت نجاحا العسكريا بقدر ما حملت رسائل إيرانية صريحة للإدارة الأمريكية أحمد بحراني والتفاصيل هو اليوم الرئيس من المناورات القتالية المشتركة للطائرات المسيرة في الجيش الإيراني التدريبات شهدت اختبار طائرة آرش المسيرة الانتحارية اطلقت من شواطئ بحر عمان وأصابت هدفها بدقة بعد اجتيازها 1400 كيلومتر في محافظة سمنان شمال البلاد طائرة كرار جهزت للمرة الأولى بصاروخ آذرخ جوجو الذي أطلقته على هدف جوي بنجاح استعدادات عسكرية لافتة مع تصعود التهديدات الأمريكية في أي مواجهة عسكرية مقبلة وبفضل هذه الإنجازات سنتمكن من الرد على الأداء بشكل صاحق جوا وبرا وبحرا بمجرد أن نشعر بتعرض بلادنا لخطر سنواجه العدو ولن نتسامح معه أبدا رسائل إيرانية صريحة للإدارة الأمريكية وهناك من يتحدث عن رسالة لحلفائها في المنطقة هذه المنورات تشير إلى أن إيران مستعدة بالكامل للرد القاسي على تهديدات ترامب وهي رسالة في الوقت نفسه لمجلس التعاون الخليجي الذي يسعى لوجود الأمريكيين والصهايين في الخليج الفارسي رسائل على وقع معلومات استخبارية للسلطات الإيرانية تكشف عن مساع تبدلها الإدارة الأمريكية لإثارة نزاع عسكري مع إيران في آخر أيام رئاسة ترامب بحسب تقادير أمنية فأن القوات المسلحة الإيرانية رفعت جهزيتها العسكرية إلى أعلى الدرجات حتى العشرين من يناير الجاري ومناورات الجيش تأتي في إطار هذه الاستعدادات لحمد البحراني طهرون الميادين النشر مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد قل مصدر عسكري سوري إن الدفاعات الجوية تتصدت لعدوان جوي إسرائيلي على أهداف في المنطقة الجنوبية للدماشق وأسقطت معظم الصواريخ وأضاف المصدر أن العدوان تم عبر رشقات صاروخية من فوق الجولان المحتل هذا وسمع أهل دمشق وريفها الجنوبي دوية تصد دفاعات الجوية السورية للاعتداء الإسرائيلي وقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال حضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن نوتشن في الخرطوم وفي بيان نشرته على تويتر أعلنت رئاسة الوزراء السودانية توقيع الجانبين السوداني والأمريكي عددا من مذكرات التفاهم بين البلدين في أعقاب رفع واشنطن اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب هذا وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن وزير المالية الأمريكي ستيفن نوتشن هبط في مطار بن جوريان على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي وبحسب ما نقلته وسائل الأعلام فأن الرحلة كانت آتية على نحو مباشر من الخرطوم وذلك بعد توقيع اتفاقات أبرهام مع السودان التعامل الإسرائيلي مع أعلان المصالحة الخليجية تسمى بالارتياح في ظل الحديث عن فرصة لإسرائيل لتوسيع مروحة التطبيع العلني إلى قطر ولكون المصالحة ستسمح بإرساء جبهة مستقرة وموحدة أكثر مقابل الجهات المعادية لإسرائيل في المنطقة منال إسماهيل بارتياح تعامل في إسرائيل مع اتفاق المصالحة الخليجية الذي وقع بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في مدينة العلا السعودية بوساطة أمريكية لينهي بذلك ثلاث سنوات ونصف سنة من النزاع والخصومة اتفاق المصالحة هذا الذي يفترض بحسب مراقبين إسرائيليين أن يختم خطوات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية في المنطقة يفتح باب إسرائيل إلى قطر وهو ما سيدفع قدما أيضا خطة الاتفاقيات مع دول أخرى في الخليج وعلى رأسها السعودية هذا الاتفاق قد يؤدي إلى مفاجأة أخرى فقطر غير ملزمة بالسير حتى نهاية الطريق وصولا إلى التطبيع هي تستطيع الإعلان عن استئناف العلاقات التي كانت لها مع إسرائيل في التسعينيات الأهم في اتفاق المصالحة هذا الذي بدأ كمسرحية أمام عدسات الكاميرات برأي محللين إسرائيليين أنه سيسمح بإرساء جبهة مستقرة وموحدة ضد الجهات المعادية لإسرائيل في المنطقة وعلى رأسها إيران وإن كان لهذه المصالحة وفقا لهم ثمن محتمل سواء أكان مالا أو سلاحا أو كليهما معا من تراجع هنا هو ولي العهد السعودي رأيناه كيف استقبل أمير قطر تميم كما لو أنه التقى أخاه الذي لم يره منذ وقت طويل هذا نوع من المسرحية أمام الكاميرات الأمر المتعلق بالمصلحة الإسرائيلية في هذا الاتفاق هو في الحقيقة ظهور جبهة موحدة ضد مساعي إيران من جهة وتركيا من جهة أخرى للسيطرة على دول المنطقة والتدخل حيث لا ترغب إسرائيل في تدخلهما وفيما قال مراقبون أن هناك سببا وجيها لدى إسرائيل للاعتقاد بأنه إذا رأت قطر أن السعوديين يتعاونون مع إسرائيل وأن الإمارات والبحرين تربطهما معها علاقات الآن فقد ترغب هي الأخرى في إرساء علاقات مع إسرائيل أشار آخرون إلى أن الاتفاق يحمل بشرى للإسرائيليين الذين يزورون الخليج حيث أصبح بإمكانهم زيارة قطر أيضا صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد يقضي بالاستلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق محافظة قلقيل لصالح البناء الاستيطاني محافظ قلقيل أفاد بأن سلطات الاحتلال صادقت على قرار بالاستلاء على ألف وثمانية دنومات من أراضي الفلسطينيين مشيرا إلى أن بناء المستوطنات سيكون في مناطق وقطايا السهل والمنافس صفقة جديدة يبرمها الباتريارك اليوناني للروم الأورتدوكس ثيوفولوس الثالث ببيعه دير ماريلياس وأكثر من مئة دنوم في محيطه لشركات استيطانية إسرائيلية ليستكمل عزل القدس عن محيطها وتعزيز الاستيطان في جنوبها تقرير نسني سلمي دير تاريخي يرحب بزائر بيت لحم إلى فندق استيطاني سيتحول دير ماريلياس على المدخل الشمالي للمدينة بعدما قرر باتريارك الروم الأورتدوكس اليوناني ثيوفولوس الثالث بيعه إلى شركات استيطانية بهدف إقامة فنادق ومرافق سياحية في المكان وإذا ما أضيف أضيفت صفقات ماريلياس إلى الصفقات التي أجراها هذا البطريارك نفسه ما بين 2010 إلى 2017 داخل القدس هذا يعني تهويد وأسرلت القدس كلها الصفقة التي جرت في كنون الأول ديسمبر الماضي اجتملت على بيع أكثر من مئة دنم من أملاك الكنيسة إضافة إلى الدير بمبلغ يقارب 35 مليون دولار وهي تمثل استمرار لتهويد القدس وضربة لاقتصاد بيت لحم القائم على السياحة الدينية على المستوى السياسي تعزل القدس تماما عن بيت لحم تمنع الانتداد الجغرافي لبيت صفافة أو المكبر المسيحيون الفلسطينيون من الأورتدوكس أبدو تخوفهم من أن يكون فولوس قد استكمل بيع أراضي الكنيسة ويعمل الآن على التفريط بأديرتها وكنائسها وطالب النائب العام الفلسطيني بالإسرائي في النظر بالشكوى المقدمة بحق البطريارك الحل الرسمي هو من خلال الحكومات صراحة يعني عندنا الحكومة الأردنية عندنا الحكومة الفلسطينية مفروض أنه يساعدوا الأورتدوكس الموجودين في فلسطين في 48 في فلسطين التاريخية زائد الأردن أنه يكون فيه مساعد وضغط من خلالهم على البطرقية هيك ممكن يكون فيه حل وحل جذري ويطالب المسيحيون الفلسطينيون بتفعيل المجلس المختلط عبر مشاركة فلسطينية أردنية ليكون جهة قانونية قادرة على حماية الأملاك المسيحية من التسرب إلى إسرائيل هدف إسرائيل من وراء الشراء دير ماريلياس هو استكمل مشروع القدس الكبرى وفصلها بالكامل عن مدينة بيت لح وتصفية ما تبقى من أملاك الكنيسة الأرتدوكسية في الأراضي الفلسطينية نسر سلمي من أمام دير ماريلياس جنوبي القدس المحتلة الميادين قبل الختام هذا تذكير بالعنوين مقتل أربعة أشخاص خلال اقتحام مؤيدي ترامب مبنى الكونغرس عمدة المدينة يفرض منع تجول في واشنطن والكونغرس يستأنف أعماله بعد ساعات من التعطيل وسائل أعلام أمريكية تتحدث عن مباحثات يجريها وزراء في إدارة ترامب بشان إمكانية عزله قبل نهاية ولايته بسبب أحداث الكونغرس قائد الجيش الإيراني يؤكد خلال المناورات القتالية المشتركة للطائرات المسيرة القدرة على الرد على الأعداء بشكل ساحق الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء إسرائيلي على المنطقة الجنوبية لدمشق وتسقط معظم الصواريخ والاحتلال الإسرائيلي يصادق على مخطط استيطاني جديد للاستلاء على أراضي الفلسطينيين في قلقيليا النشر انتهت المزيد من الأخبار تجدونها على صفحة الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية شكرا للمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة